ما يجري في قطاع غزة هي حرب إبادة بكل ما تعنيها الكلمة على مرأة ومسمع العالم العالم يرى إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في بث مباشر عبر وسائل الإعلام الكارثة في قطاع غزة هي أكثر بكثير من ما تنقله منظمات الدولية ووسائل الإعلام الاحتلال الإسرائيلي يقوم بحرب انتقام من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بعد هزيمته يوم السابع من أكتوبر الاحتلال الإسرائيلي استهدف كل شيء في قطاع غزة ابتدأ في المستشفيات والمدارس ودور العبادة وقصف البيوت على رؤوس ساكنها حتى المقابر لم تسلم من بطش هذا الاحتلال بحجة البحث عن أسرى الاحتلال الإسرائيلي ما الرسالة التي يريد أن يبعث بها الاحتلال الإسرائيلي من هذا التعذيب بهذا الشكل بعد الإفراج عن ما يقارب من 114 فلسطينيا يعني الاحتلال الإسرائيلي يريد أسراه بكل الرسال ويريد أن ينتقم من الشعب الفلسطيني لأن اليوم السابع من أكتوبر كانت معركة بطولية للمقاومة الفلسطينية فشل فيها الاحتلال الإسرائيلي سياسيا وعسكريا وأمنيا واستخباراتيا فهو الآن يقوم بالانتقام من الشعب الفلسطيني يستهدف المدنيين الأطفال النساء ما يجري في قطاع الغزة الآن هي حرب إبادة شمالة كل شيء هناك في شمال قطاع غزة مجاعة حقيقية بكل ما تعنيها الكلمة حتى الأعلاف استخدمت بدل الطحين للخبز والأكل للناس والآن أصبحت غير موجودة حتى هناك في وسط قطاع غزة استهداف للمدنيين وقصف البيوت والشهداء والجثة ملقاة في الشوارع نعم ونحن نتحدث عن المعتقلين يعني لماذا يعتقل الأطفال يعني هناك من ضمن المعتقلين أطفال لماذا يعتقل الأطفال هذه هي من ضمن حرب الإبادة التي يقوم بها ضد الشعب الفلسطيني هو يستهدف كل شيء يستهدف كل من هو فلسطيني في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية يعني الضفة كمان ليست بعيدة عن ما يقوم به الاحتلال من حرب إبادة تستهدف الشعب الفلسطيني وتستهدف شطب القضية الفلسطينية وتستهدف ترحيل وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لإفراق القضية الفلسطينية من مضمونة طيب أيضا ونحن نتحدث عن الأطفال يعني 17 ألف طفل فقدوا من يعولهم كيف هو حالهم؟ يعني حالهم في قطاع غزة حال يرفعهم بكل ما تعنيها الكلامة الواقع المرير في قطاع غزة كما أسلفت هو أكثر بكثير مما تنقله وسائل الإعلام والمنظمات